من كام يوم الرئيس عبد الفتاح السيسي طالب الوزراء والمسؤولين بالظهور في وثائل الإعلام والتحدث عن الأوضاع وعن الأحداث في مصر بمنتهى الشفافية والوضوح علشان المواطن يعرف كل حاجة بتحصل في البلد ويكون كمان شريك أساسي في اللي بيحصل الرئيس خلال افتتاحه مؤخرا لعدد من المشروعات التنموية في محافظة الودي الجديد تأكد على أهمية الإعلام في تنمية وعي المواطنين ووجه كمان المسؤولين أنهم يتحدثوا في وسائل الإعلام المختلفة يتحدثوا عن الواقع وده بيأكد أن الإعلام المصري في عهد رئيس السيسي بيدخل مرحلة جديدة من المصرحة بيدخل مرحلة جديدة من المكاشفة الهدف الرئيسي منها هو توعية المواطن بكل حاجة الحقيقة رئيس مدرك أهمية الإعلام كأداء لبناء مجتمع قادر على المشاركة الفعالة في عمليات التنمية وبناء الجمهورية الجديدة وفي يقين كبير أن حديث المسؤولين بصدق وبشفافية لوسائل الإعلام هيعزز من مصداقية الحكومة وهيبني جسور ثقة مع المواطنين لأن المواطن هو شريك أساسي في معركة الوعي وتنمية بالبلد كمان حديث المسؤولين للإعلام هيقضي على كل الشائعات المغرضة اللي بتتقال من وقت للتاني من نسبة لنا كإعلاميين وكصحفيين كلام الرئيس السيسي بيدينا دفعة كبيرة في عملنا الإعلامي بيحملنا كمان مسؤولية أكبر عن كل حاجة بنعملها لأنه العمل الإعلامي أمانة ومسؤولية كبيرة بصراحة عايزة أوجه تحية كبيرة كمان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على دورها الكبير وجهودها الضخمة في مجال الإعلام واللي قدرت في وقت قليل إنها تقدم خدمات إعلامية متميزة بتنافس عالميا موسيقى